يعني لازم نعترف لازم نعترف ان الفراء ده صعب جدا صعب هي مش كلمة كده اصلي اصنين سابوا بعد يلا ان شاء الله ربنا اعود عليكي الموضوع بيتقلب كلمة هم مش فاهمين ان الراجل او الست دول هم عندهم اوجاع بتنزف يعني فيه جرح وبينزف فكلمة ما بتأثرش هو فعلا اللي عايز يطبطب على حد لسه يعني لسه خارج من فراء وسيبان وعلاقة طويلة وعلاقة فيها عشرة لازم يعني يبقى معاه في طريق ازاي يتعافى ما يفعش يعني يمكن من بعض الكلام يا محمد وبعض الجمل اللي بتتقال دايما للست اللي سابت او الراجل اللي ساب عشان ما يزعلوش مننا اول حاجة انا هقولك الجمل انا هدفع عن الرجالة انت هدفع الرجالة وانا هدفع عن الستات اوكي اول حاجة بتتقاليك يا ست يلا يعني خلاص يعني واللي خلق وما خلقش غيره يلا مش مهم ربنا اعود عليك فاللي هو انا مش مقتنع حد تاني يقولك ايه اصلا هو مش شبهك هو اصلا ما كانش شبهك واحنا كنا مكسوفين يجي نقولك فبيدوسوا بمية نارة على الجرح ايه ده ازاي يعني لا 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 يا شيخة ازاي انت كنت مختراس ازاي ده امعرفش كتعينيك فين ولا عقلك فين دي جملة جملة تالتة لا يا شيخة بص انت حلوتي بعد ما سبتيه بص 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 في المراية يا شيخة وبعدين بص بقى بلوكات ما تشوفوش خالص واي كلام واي حاجات لا 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 خلاص ما فيش الكلام ده طب هو لو بيتكلم بيتطمن عليها لا ما يتطمنش هو بيتطمن ليه وعينه اه عينه بقى فيه ويقولك لا مش عايز طب تمام الجمل دي كلها لما بقعد انا كست بالليل ده بتقول لي مش شبهك وده بيقولك خسارة فيه وانت كنت مدلعزة على فكرة اه وجملة بقى يا محمد انت غلطانة على فكرة انت غلطانة انت حد تنفخي فيه وتديله ايه ما اكبر من امته انت اللي حبتي بزيادة فتبطر عليك اه انت اللي كنت بتحبيه اكتر طب وانا عشان اخدم جوزي ودلعه وابقى ايه رحته وعملها وابقى دايما يعني سابورت لي فبرده في الاخر بيحسسوك ان ده بيخلي النتيجة الطبيعية فراء تدلعي جوزك هيسيبك هتبقي سند لجوزك ووقفه في ظهره وفي شغله في حياته هيسيبك اديتي له حجم اكبر من حجمه يا سلام ايه المشكلة يعني هيسيبك برده ايه ده؟ هو ده اصلا كل المشديد الاسباب اصلا اصلا ما هو هقولك الحاجة هي الناس بتحب تواسي بس ما بتعرفش تواسي هي المؤسسة الحقيقية ان انت تقول للشخص انا عارف ان ده وقت صعب انا موجود لو احتاج تاني بس الله شوف حتى ما تقولش حاجة تانية انت مش عارف تقوله حاجة ولا تقعد تقوله ايه اسباب انت متعرفش حاجة بص يا جماعة مفيش حد يعرف اللي بقى بين اثنين صح محدش يقدر يعرف مداه محدش يقدر يعرفه كله صح مهما انت شايف من بره وحس هو ده انت متعرفش حاجة ولا هتعرف ام اذا كان احنا نفس انا ساعت بنكون جوه العلاقه مش عارفين هي ليه انتهت ايو صح الانتهاء يا جماعة بييجي يعني لو الشخص مش مؤذي يعني لو الشخص ما كانش متلاعب هو بيجي من نتيجة التغيير ان احنا بنكبر فبنتغير فبنختلف الحاجات اللي احنا بحتاجتنا مابنباش عندنا القدرة ولا الصد الحقيقي ان احنا نقول ده مابنباش عارف اقوله انا اتغيرت اصلا انا مش ده اللي انا محتاجه دلوقتي مابنباش عارف اقوله ايو هتبقى حاجة محرجة حاجة صعبة انا هو اجي اقوله فجأة اصلا دايما جملة يعني كستات لما يقولها انت خلاص زوجة العمر انت خلاص انت حياتي وعمري ما هسيبك وعمري ما هفكر ازايد انته دايما عند ربنا فاستي بتوقيت فاكر في الكلام ده لكن عمره ما هياجره ايه يقولها اصلا انا بطلت احبك اصلا انا ما بقتش حاسس ان انت كل حاجة في حياتي برضو كلام ريخم شوية علشان خاطر احنا اتربينا على ان الصح ان العلاقة هتستمر للأبد وده بيد يعني طول الوقت من بيو طب يا جماعنا فكرة مفيش علقة بتستمر للأبد القلوب بتتغير اقولك الحاجة حتى الشخص اللي انت بتحبه وعيشت معاه لغاية اخر العمر على فكرة مشاعرك في وسط الرحلة بتضاير على فكرة في واحد فيكو هيسيبي التاني الاول قدر قدر الحياة وسنتها ان في واحدة يمشي الاول ما فيش علقة بتستمر للأبد انت لازم تدخل للعلاقة بالمنثالة دي ان العلاقة انا قابلها وحاببها وقد لا تستمر للأبد وقد تستمر بس انا لازم يكون عندي الفرضات دي انها ممكن ما تستمرش وساعات الستة هي اللي بتبقاش فعلا مبسوطة ستات كتير يا ستات انت بتبقى ساعات مش مبسوطة في العلاقة والحياة عباكي قولي انا مش هكمل لكن ليه دايما لازم تبقى الستة هي اللي قفلة البيت وهي اللي بتستمر وهي يعني اللي هو الأمان والاستقرار بس على فكرة برضو انا ما قدرش اقول انت حاجة وحشة لا لا ما فيش حاجة وحشة الامان بتدي اكتر لولادها هي عايزة تعشش في البيت عايزة يبقى لأب والأم والولاد لكن هي مش هتاقى بعد ما الولاد بيجبار وتقول وسانا والله بصراحة ما بقيتش احبك ما فيه الستة عمرها اللي تكلم عمرها ما هتقول الراجل هو اللي بيقول يعني الستة عندها أمان أكتر وعندها عشرة واحتواء وأصيلة الستة تبقى أصيلة أكتر ما بتسيبش البيت بسهولة يا مش جاية من دي يا جاي فعلا من فكرة الأمان والبيت هي ده هو النجاح بالنسبة لي ان البيت ده يفضل موجود طيب اخر دقيقة ان انا ازاي اتقبل قلم الفراء اخر نصيحة اقولك على حجم تلات حاجات بنعملهم اول ما بيحصل الفراء ايه نعمل حاجة من التلاتة يأما بنجبت مشاعرنا يأما بنهرب من مشاعرنا يأما بنقعد نعبر عن مشاعرنا والثلاتة غلط التلاتة غلط انت لازم تقبل شعورك لازم تحزن لازم تحس ان انا حزين انا حزين انه العلاقة دي بتنته انه و fallait ما قبل ان العلاقة دي فعلا انتهت أنا لازم أقبل أن أنا أحبك كويس لازم أقبل ده القبول الحقيقي للنهاية دي القبول هو اللي هيخليك تعدي بالعلاقة دي وتعدي بنفسك وده الأهم وده أحلى ختم يا محمد أن أنا لازم أتقبل نفسي وأحب نفسي ولازم أقبل حزني وأحترمه أقبل حزني وأحترمه أنا دلوقتي أخد فترة أنا حزينة يبقى حزينة ما بقاش حزينة وخرجها مع الناس وعملها ألون في وشي ولون في صوتي ولون في حياتي عشان ما بقاش حزينة هو طبيعي اتنين سابوا بقى طبيعي ان انت تبقى حزينة كان راجل بتحبيه وعشرت عمر وثالث حاجة لازم احطه قدام نفسي ان انا هاخد فترة وهتعافى فانا لازم افعم ان انا دي فترة وهتمر ما عودش لغبة حياتي كلها في الاخر ببقى اكتئاب ومهدئات ومنومات